السلام عليكم ازاي حضراتكم يا رب ده انا تكونوا بخير انا ريمون صابري وان شاء الله في هذا الفيديو هتكلمكم على نيتش وفكرة جميل جدا حي انتم ممكن تستخدمها لعمل قناة على اليوتيوب بشكل محترم وبشكل جميل جدا ويكون عليها طلب حلو بتكون بشكل جذاب وحيئة ايضا انتم ممكن تروج من خلال هذه القناة منتجات افلية خاصة بهذا النييتش وعشان نرى طبعا فكرة هذا الموضوع وهذا النييتش الجميل بشكل سريع كده حيئة حيئة انتم مطول حضراتكم تعالوا لهم برضو على ديسكروب يا معلم بقى والموقع ده حضرتك اسمه testatlas.com testatlas.com حيئة الموقع ده موقع محترم جدا حيئة لو انت ما تعرفهوش الموقع ده حيئة انت انخالي ممكن تعرف ايه اشهر الاكلات او اشهر الاطعامة او الموجودة في اي دولة او الاكلات الشعبية في اي دولة كانت على مستوى العالم طبعا محاسة او بيعرض لك بقى زي كده ماب او خريطة او اطلس بدول العالم كلها تمام وانت حيئة ممكن تيجعل اي دولة ما او اي مدينة وتختار ممكن بقى هذه المدينة وتعرف ايه اشهر الاكلات الموجودة في هذه الدولة او في هذه المدينة بشكل جميل جدا حيئة وبشكل روعة فانت تيجي على هذا الموقع الجميل اللي هو اسمه testatlas.com تمام وتيجي على موضوع تمام انت بقى حاب تستكشف ممكن هذه الخريطة وتعاني بقى نجرب مع بعض ممكن ايه يعني اكسبلور كنستكشف ممكن كده ببعض لطعمها المشهورة في بعض الدول بشكل عشوائي تمام فانا كامي سهل اللي هيكون اختار ممكن زي مثلا اه مصر مثلا تمام اجي هنا على مصر اكبر بس الصورة شوية اخش مصر تمام اهو تمام اختار بقى ايجبت حلو جدا هنا جدك هنا بعض الاشهر الاكلية المشهورة طبعا زي طبعا الكشر طبعا ده اكيد تمام وبرضو موضوع للبلحة الخاص بواحد سيوة والكب ده اسكندراني وهكذا طبعا انت لو حاب تتعرف كل الليستة او كل القائمة الخاصة بالاكلات المشهورة والاكلات الشعبية الموجودة في مصر تمام تيجي على الجزء الخاص بحضرتك وتلاقي طبعا كل الاكلات الموجودة في مصر تمام بمنتهى حياة الجمال احنا ممكن نيجي برضو على اخواتنا في الاستعادية ونعرف ممكن نيجي بقى اشهر الاوجابات الموجودة هي لما تدس انت على اي دولة معينة تختار لك ممكن بقى انت حاجة تختار اللي هو اللي في الرياض ولا في ناجد ولا في استعادية اريبيا بشكل عام مطبع او في اه قارة اسيا تمام تيجي على سعودية ارابية تمام وهي طبعا بقى بجدك هنا بعض يعني انسان بالزكاء او عينات من تلك الاطعامة المشهورة او الاكلات المعروفة والشعبية الموجودة في مملكة السعودية هي ده مثلا الكابسة طبعا دي اكيد وموضوع برضو اللي هي سكري ديتس طبعا هي البلح المسكر تقريبا الاجواء ديتس وهكذا تمام فطبعا دي احنا طبعا الحاجات المشهورة جدا في السعودية اخواتنا طبعا في السعودية كنا عارفين الكلام ده تيجي انت بقى لعشان تعرف ممكن هي القائمة الكاملة او الليستة الكاملة الخاصة بتلك الاطعامة المشهورة في مملكة السعودية تيجي على حضرتك تمام في بنتك الحاجة عارفت ممكن بها هي ممكن الاطعامة المشهورة ممكن في مصر وفي السعودية وطبعا بنفس المنوال طبعا في باقي الدول العالم سواء كان في اسيا في افريقيا في اوروبا في اي دولة حقيقة انت عايزها ممكن في لوس انجلس كمدن معينة في البرازيل تيجي انت ترسل تضغط على الدولة اللي انت عايز تعرف بها هي ممكن الاطعامة المشهورة فيها بطبعا بيجد لك هنا ممكن بعض الدول المشهورة وممكن طبعا حاجة بنتك تعمل يعني زي البرازيل تختار البرازيل وتعرف هي اشهر الاطعامة والدشز والاطباق اللي تؤكل في المطاعم او في البيوت البرازيلية تمام فطبعا دي بجد حاجة ممتازة جدا جدا يهم اي شخص ممكن بقى مهتم بموضوع السياحة حاجة ممكن يسافر مثلا دولة زي مثلا بالغارية حاجة بيعرف اي ممكن هي اشهر الاطعامة الموجودة فيها عشان ممكن يجربها وهكذا ممكن تنفع برضو للشخص الفضول اللي هو عنده ممكن يحب يعني يستسري بمعلومات جميلة كده خاصة بدول العالم ممكن برضو تنفع على شخص غاوي طبخ بقى وموضوع الكوكينج وهو ممكن يكون مهنته آآ شيف والكلام ده تمام فطبعا دي بجد حاجة ممتازة جدا هيا بقى انت لما تستعمل ممكن هذا الموقع وتعمل بقى اكسبلور بقى وتستكشف ممكن دول العالم بطبعا اشهر الاطباق الموجودة في كل دولة على حدة هيا انت ممكن طبعا تعمل وتستفد من هذا الموقع تعمل قناة على اليتيوب تختص بقى هي طبعا مشهورة في دول العالم ممكن تسمي القناة كنتها ممكن تسميها ولكن اه 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 او هكذا يعني انت بقى ممكن طبعا تألف ممكن يعني الكلام براند نيم كده لقناتك تكون بشكل جميل وبشكل جذاب وهي عندك نها اداتة موجودة سواء بالدولة وطبعا بطعامها المشهورة وطبعا انت بقى حاجة بقى انت بتخلي بقى فعلا قناتك تبقى اكثر غنية بالمعلومات اكثر حاجة انت ممكن بقى تعرف ايه الانجريديانس او المكونات او المقادير الموجودة لعمل هذه الديش او هذا الطعام وطبعا دي بسهلة جدا تيجي انت على موقع جميل جدا اسمه طبعا ده عبارة عن هي تعرف انت المكونات تمام وطريقة العمل الخاصة بهذه الوجبة او بهذا الطعام تمام تيجي انت جرزت هنا على موضوع السيرش بار هنا تمام وتكتبنا ولكن مسلا حابين يعرف هي اه مكونات وطريقة عمل الكابسة اللي موجودها في السعودية كتبنا كابسة كابسة تمام ودوسنا سيرش هنا الجل هنا طبعا برضو الصور لكنها كابسة ازا سودي اربيان رايز ان الشيكن راديش تمام فحنا ممكن طبعا نختار ولكن هذا زي المقالة كده تريبا او هذا طبعا ال البيانات الخاصة بوجبة الكابسة تمام وهنا طبعا بقى يدخلك بقى في تفاصيل خاصة بهذه الوجبة الجميلة اللي هو وجبة المشهورة تمام زي هنا موضوعها هيا شوفت يعني طريقة الاعداد او فترة اللي تستنم في اعدادها تريبا نص ساعة الكوك طبعا عشان تستوي اه التوتل طبعا 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 اه طبعا اه سيكس سيربنجز تمام هنا بقى المكونات حاجة جدا مفترمة جدا اتنين شيكن سايز انتين شيكن درام ستيكس بريست هافز كاب ووتر والكلام ده وطبعا هنا بقى طريقة العمل او طريقة عمل لهذه الاكلة الجميلة اسمها فطبعا دي مجد حاجة ممتازة جدا جدا طبعا حيان كل ده انت ممكن طبعا تلك المعلومات حيان انت ممكن تستخدمها في عمل فيديوهات احترافية شرح الكابسة وطريقة عملها وهكذا تمام طب تعلم بقى زي ممكن هذا الفيديو بمنتغل بساطة الحقيقة تيجي انت على موقع تمام جميل جدا طبعا حيان انت ممكن في اليوتيوب انت ممكن تعمل بيوتيوب عادي جدا ممكن فيديوهات طويلة اربع خمس داية تículo 8 داية اقos 10 داية انت انت عبريح عن قناة يوتيوب خاصة باليوتيوب مفيش مشكلة ان اطلاق خصوصا كمان ان معظم العربية مبت خاص موهلة للربح من اليوتيوب تشورس وانت هي سكلت جدا استقبالت المساعدات الخاصة باليوتيوب انت خاص بايت مؤهلة معلم بالربح من الصندوق الخاص بالربح من اليوتيوب تشورس والفيديوهات القصيرة على اليوتيوب تمام تعمل Fair byvision قصيرة وما فيش مشكلة حاجة تعمل فيديوهات كاملة بمنتهى التفاصيل الجميلة. ما فيش مشكلة اطلاقا. طبعا هنا هتجينا على السرشبار الخاص بموقع تكتب ممكن هنا ولا يكون زي فيديو كمساء لهو. لو انت حاجة بقى تعمل فيديو شورت او يوتيوب شورت فطبعا تختار حاجة اسمها هو موبايل فيديو. طبعا بها تلك الابعاد المناسبة لعمل الفيديوهات القصيرة على اليوتيوب. تمام? حاجة طبعا تشتغل فيديو بشكل عادي كده وموجودة عندك على اليوتيوب تمام? طبعا تختار بقى موضوع الفيديو بمنتهى البساطة تمام? جميل جدا. وهنا بقى انت بنتفتح معاك بقى صفحة الخاصة بعمل فيديوهات على كنفا. تمام? طبعا هنا تمكن تختار ممكن اي جاهزة من تلك القوالب الجهزة وتعدل فيها بالصور والكلمات الخاصة او بالموضوع اللي تتكلم عنه. تمام? او تيجي انت ممكن علي كرير فيديو وهنا بقى انت تكيب ممكن هنا من الجزء اليسار طبعا. لو انت حاجد ممكن تدور على صور معينة خاصة بتلك الاطعامة وبتلك طبعا تكلمنا ممكن الكابسة او الكوشري او الكابدل الاسكندراني او ايا او هذي الاكلة الجميلة تمام? وتبحث بقى عن ممكن الصور والطبعا لو كانت طبعا فيه فيديوهات طبعا بحاجة طبعا تبقى جميلة جدا. وانا اللي كده شرحت فيه فيديوهين منفصلين ممكن تجيب انت صور بمنتهى الجمال بشكل مجاني لاستخدام تجاري تمام? او ممكن برضو في موضوع فيديو اخر بكافية الحصول على مقاطع فيديوهات بمنتهى الاحترافية بشكل مجاني لاستخدام التجاري. وطبعا كلا الفيديوهنات اللي تحت فيديو سندوق الوصف وفي اعلى ايه سياشة تمام? فممكن نبحث ان هوليكم بشكل كده ايه عشوائي كده نبحث ممكن عن كشري. كشري هل هنلاقي ليها ممكن صور ولا لا اهو اللي انا فعلا في صور محترمة جدا خاص بهذه الواجبة الجميلة الواجبة الشعبية الموجودة في مصر. وطبعا بنفس من ولا حيان انت ممكن طبعا تبحث عن صور لاي طعام انت عايز ومن ثم تعمل انت بقى فيديوهاتك معلم بقى ما بين صور وشوات فيديوهات ومع ميوزك جميل. وطبعا حيان لو انت شغل على كنفا زي الفول لا حيان بشغل على موقع مفيديو مفيش مشكلة. حيان طبعا تزود بقى من ربحك ان شاء الله من خيال هذه القناة الجميلة الخاصة بالاطعمة وبهذه الوجبات المشهورة على المستوى العالم. هانت ممكن تعمل بقى ترويج اللي ممكن بقى ايه من خيال موقع امازون. ممكن ترويج انت الخلاط ممكن. الحيان الخاصة بالكوكينج وآلات الكيتشن هغصة بالمطبخ تمام? ممكن اللي خاصة بالمطبخ وهكزا. فطمان احيان تكون ان هذا الفيديو اعجب حضراتكم. ولو كان بجد فيه اي سؤال اي سيفسال اعجب حضراتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم ومع السلامة.